يوم جديد من المظاهرات والاحتجاجات تشهدها معظم المدن الإيرانية ضد النظام وصلت حد المطالبة بإسقاطه فبعد أن كانت المطالبات تتمحور حول ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي فضلا عن شعارات ضد حزب الله والتوسع الميليشيوي الذي تقوده إيران من صنعاء إلى غزة للتتصاعد حدة الاحتجاجات وتصل لحرق صور المرشد علي خامنئي ومبنى حوزة في محافظة قزوين الواضح أن المظاهرات ضد النظام في إيران لن تكون عابرة حتى لو تم قمعها كما حصل في العام 2009 فالحالة الشعبية تعكس نقمة متزايدة ضد النظام الإيراني وما من مؤشر إلى أنه يمتلك أوراق لتغيير هذا الواقع عدا عن القمع وشراء الوقت بانتظار الموجة المقبلة من التظاهرات فمع دخول التظاهرات يومها الخامس سقطت أعداد من القتلى والجرحى من المحتجين أمريكيا سارعت كل من الخارجية والبيت الأبيض لإصدار بيانات وتغريدات تدعم التظاهرات والوصول سلميا إلى مرحلة حكم انتقالي في إيران في المقابل أعادت وكالة CIA ومديرها إحياء غرف العمل على جس نبض نشاطات وتغيير النظام في إيران وهو ما تحاشته إدارة أوباما وأمام هذا النشاط الأمريكي نصح الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز فليب كوردون بالبقاء هادئا وعدم فعل أي شيء ما يعني أن الدعم الأمريكي هذه المرة سيدر الإيرانيين أكثر من نفعهم لطالما امتد التدخل الإيراني إلى شؤون دول المنطقة إلا أن التغييرات الأخيرة تثبت أن لا استقرار ولا ثبات دائم لأي لاعب في الشرق الأوسط مهما كان طموحه وتعددت عواصمه وكل السياسات هي داخلية وفق قول رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق تيب أونيل وخسارة الداخل تعني خسارة كل شيء